أنا دائماً أسأل الناس في سؤال إيش الهدف أو إيش الحكمة من وضع الصلوات الخمس لهذه التوقيتات في اليوم ليش صات الفجر ساعة ونصف ساعة خمسة في عز النومة لما يكون الإنسان في أجمل مراحل النومة جيك صات الفجر ليش؟ ما في جواب حرفي لهذا المعنى أو لهذه الحكمة هي حكمة علامة الله سبحانه حكمة إلهية طبعاً لكن لما تتأمل في الموضوع وتفصله تجد أن الحياة عالم سرعة عالم مرعب جداً لما تخرج في العالم العملي تجد أنك تنسى من نفسك أصلاً فمثلاً على سبيل المثال صلاة الفجر في وقت غريب جداً من أكثر الأوقات بركة هدوء وسكينة ولا يخرج في هذا الوقت إلا ناس مليانين بالسكينة والطمأنينة فخروجك بينهم يبث في روحك السكينة شئت أم أبيت هذا الرقم واحد وحصل مع الجميع ولا أحد يقدر أنه ينكر هذا الشيء بالضبط هذا أمر وقدرة إلهية من الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني ماذا له كانت صلاة الفجر عند الساعة الثامنة صباحاً وقت إنغماس الناس مثلاً في عمله أو مثلاً لو افترضنا نصاة الفجر الساعة الثامنة وبداية العمل الساعة العاشرة على سبيل المثال وقت انسلاخ الليل ودخول النهار هذه الحالة آية آية من آيات الله سبحانه وتعالى اللي يريد أن يستيقظ فيها الأنسان يشوف فيها هذه الآية يبدأ فيها حياة مليانة بالسكينة خروج الليل دخول النهار بداية يوم جديد وكأنه تشبيه مبسط ومصخر جداً لبداية الخلق بداية الخلق تم ظلام دامس نهائياً ما في شيء ثم دخول النور دخل النور بدأت الحياة مرحلة التدرج اللي الله سبحانه وتعالى يعلمنا عليها في كل تفاصيل حياتنا في كل ثانية نعيشها في يومنا مرحلة إحنا نحتاجها إحنا عايشين في عصر سرعة جداً مرعب لو ما عشنا هذا البطء اللي موجود في العبادة اللي هي الصلاة ما هيكون في توازن ما هيكون في توازن وهذا الاتزان اللي الله سبحانه وتعالى يريده منها في الصلاة لما تبدأ يومك بصلاة الفجر وتصليها ببطء وبسكينة وبطمأنينة الطمأنينة ركن من أركان الصلاة ليش ركن من أركان صلاة الطمأنينة ما تقدر تطمأن إلا بهدوء وسكينة وببطء أن تصلي بهذه الطمأنينة بهذه السكينة ثم تخرج للحياة السريعة تجد أنها فيه توازن ليش صلاة الظهر سرية بالكامل صلاة العصر سرية بالكامل في النهار اتسان توازن في الحياة كيمياء الحياة وكيمياء الصلاة لا بد أن يكون فيه توازن بينهم وهذه حكمة إلهية عظيمة جداً صخب الحياة في النهار البحث عن الأرزاق السعي خلف الأعمال خلف الدراسة خلف جميع الأشياء غالباً تكون في النهار تذهب إلى المسجد تكبر بسكون يا سلام لا أحد يكاد أن يسمع صوت الشخص اللي جنبه ما فيه سكون وكأنه توازن وكأنني أسد الفراغ اللي موجود في هذه الحياة واحد يبتعد من ضجة العمل وإزعاج العمل إلى سكون العبادة في الليل يبتعد الإنسان من سكون الحياة إلى أن يسد هذا الفراغ بأن يسمع صوت العبادة يا سلام القرآن فيه في الصلاة توازن لو نفهمه تتزن أمور كثير جد في عياتنا ترجمة نانسي قنقر